تهديدات وتحركات جديدة تشي بأن العراق على موعد مع فصل ساخن جديد من الصراع الأمريكي الإيراني بعد أيام قليلة من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجعل إيران ووكلائها يدفعون ثمنا باهظا في حال مهاجمة أي أهداف أمريكية داخل العراق يكشف موقع أنتل سكاي المتخصص بحركة الملاحة الجوية عن تحديد واشنطن عشرة مواقع لضربها بهدف شل قدرة الميليشيات في العراق أما عن كيفية الاستهداف فيقول مستشار الرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط جابريال سوما إن بلاده تنوي تنفيذ عملية جوية ضد مواقع عسكرية تهدد بقاء القوات الأمريكية في العراق مؤكدا أن منظومة صواريخ باتريوت التي وصلت إلى القواعد الأمريكية هناك ستعمل خلال الأيام القليلة المقبلة ولتعقيد المشهد أكثر دفعت طهران إلى الساحة ميليشيات جديدة غير معروفة سابقا تتبنى هجمات صاروخية استهدفت القوات الأمريكية وتشير المعلومات الأولية عن تلك الميليشيات إلى أنها تتبع ميليشيات حزب الله والنجباء إلا أن محاولة خلط الأوراق التي تقوم بها الميليشيات ليست خفية عن الاستخبارات الأمريكية التي أكدت أنها تتبع خيوطا منذ فترة بشأن هجوم محتمل تشنه إيران أو الميليشيات الموالية لها في العراق وخوفا من عمليات اغتيال أمريكية جديدة أكدت مصادر في ميليشيات الحشد أن عناصرها نفذت عمليات وصفتها بالوقائية من ضربة محتملة حيث غيرت أماكن وجودها وقللت أعداد تجمعاتها فضلا عن تغيير مواقع تخزين أسلحتها النوعية وصواريخها التي أكدت صحيفة العرب الجديد أن حكومة عبد المهدي أودعتها في قواعد عسكرية تابعة للجيش لتأمينها من القصف الأمريكي المرتقب ورغم بقائه عاجزا منذ توليه منصبه يحاول عادل عبد المهدي جاهدا تطبيق سياسة مسك العصى من المنتصف مجددا حيث كشفت مصادر مطلعة عن مطالبة عبد المهدي قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني الذي زار العراق مؤخرا بالتدخل لوقف الهجمات الصاروخية التي تنفذها الميليشيات الموالية لطهران لتجنب الدخول في مواجهة مع واشنطن تشل العراق عسكريا واقتصاديا